أفضت تحقيقات الضبطية القضائية لوحدات الدرك الوطني لتوقيف 30 مشتبها فيهم في حرائق الغبات قدموا أمام الجهات القضائية وأودعوا الحبس المؤقت ومن بين الموقفين سبعة عناصر من حركة الإرهابية الماك حولوا إلى القطب الجزائي بسيد محمد وخمسة أشخاص تم وضعهم تحت الرقابة القضائية وأربعة مشتبه فيهم تم توقفهم في قضية الفيديو الخاص بترويج أخبار مغلوطة حول الحرائق ويشملت تحقيقات الضبطية القضائية 387 بؤرة حريق عبر أربعة عشرة ولاية عن من أن التحريات ما تزال جارية للكشف عن جميع المتورطين